بصوا يا جماعة أنا من الناس اللي دايما مقتنعة جدا وعندي يقين كامل وحقيقي وعقيدة ثابتة غير قبلة للزعزع وتاني مبنية على مجريات التاريخ العقول بتاعة هذا الشعب أغلى من الذهب والألماظ والله العظيم هاتلي حد اسمه منور أو علم في الدنيا مهم جدا ما تلاقيش فيه عشر خمستاشر عقل مصري والله ما بهرجه بدون مبالغة فيه عقول مصرية مقربة جدا من هم ينجزوا مشروع ضخم لتحويل ايه لتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون فاكيري احنا كده ناخد زمان في المدرسة يقولك ايه يقولك انه اي صناعة في الدنيا بتنتج ايه بتنتج ثاني أكسيد كربون وأول أكسيد كربون حلو كربون داوكسايد وكربون مونوكسايد ماشي ويقولك انه النباتات تتنفى الثاني أكسيد الكربون وتطلق الأكسوجين إلا بالليل حلو عارف يعني ايه بقى الثاني أكسيد الكربون دا اللي هو مفترض انه دا ملوس شيء ما ينفعناش فالعقول بتاعة مصر بيشتغلوا على مشروع انه هم يحولوا الثاني أكسيد الكربون دا اللي مكناش نحبه الى طاقة نضيفة وانتاج حاجة اسمها الوقود الشمسي الأخضر دا معنى ايه عم يوسمي لك مشان العالم على الإطلاق دكتور أحمد عبد المنعين رئيس مركز التمييز العلمي للجرافين بالجامعة المصرية اليابانية ومدير المشروع منورنا يا دكتور نهلا وسهلا ازاي الصح شكرك بقى احنا كنا بنتحك دلوقتي او دكتور أحمد ابتسم على يعطي زميلي العزيز مخرجنا الرائع فكان بيقول لي خد بالك يوسف من الزرار بتاع قلت له اه كرشي دا حاجة في منتهى الجمال والجاذبية تقول دا انا كنت زمان رياضي قوي يا عطي بس الزمن بوز للحرق فدكتور أحمد قعد يضحك على طول او الله ازاي من بوز الحرق خالص خلونا نجدد تحيط مرة تانية بالدكتور أحمد وهفهم اول حاجة مقدات شفوتها الجرافين يعني ايه هنروح لموضوعنا الجرافين دا موضوع كبير جدا ومادة صاحرة هتغير شكل العالم كله او صناعة الالكترونيات ومنظومات الطاقة على مستوى العالم اكتشفت حديثا في 2004 وحصل عالم فرنسي وعالم روسي على جهزة نوبل على اكتشافها مادة لها خواص غير تقليدية خواص قهربائية خواص ضوئية خواص حرارية خواص ميكيناكية غير عادية تفوق كل المواد اللي تم اكتشافها وبالتالي العالم بيحاول يستغل هذه المادة في عادة سياغة العديد من التكنولوجيات اللي بنت على استخدامنا للسيليكون يعني عصر السيليكون اللي احنا عايشينه هيتغير تماما باستخدامنا للمواد الكربونية وتحدينا للجرافين يعني من ثورة السيليكون لثورة جديدة اسمها الجرافين بالتأكيد بالتأكيد وكده باين انه احنا عندنا مركز لده اول مركز في مصر والشرق الاوسط للجرافين لانتاج الجرافين وتطبيقاته في مجال الطاقة وسناعة الالكترونيات انا مجدبتش بقى لما كنت بقولك اي شيء بينور في الدنيا علم جديد بتلاقي فيه دايما عقول مصرية ده طبيعي طب هنا هرجع بقى لموضوعنا ثاني اكسيد الكربون يتحول الى طاقة نزيفة ازاي؟ يعني فهمني انا والناس اللي بتتفرج احنا اغلبنا مش بتوع علم اه هو اي يعني حرق المواد البترولية غيربا بيانتج عنها لا ثاني اكسيد الكربون والمية دي اللي عملية العكسية اللي انا بحول ثاني اكسيد الكربون والمية بعيدها تاني لي مواد البترولية عن طريق اللي انا بأصل عليها بمؤسلات خارجية سواء كانت حرارة حرارة وضغط وضغط ومحفزات ببساطة شديدة اوكي شغلنا في الموضوع دوت يعني بيتم تزامنا مع الاتجاهات الدولية العالم كله دلوقتي بيقرقوا مشكلة تغير المناخ وتأثير الغازات الدفئة على التغير في المناخ وتأثيرها وتدعيتها على تحقيق اهداف العالم كله من التنمية المستدامة سواء قضاء على جوع قضاء على فقر صحة جيدة توفير مصدر للمياه النقية كل الكلام دوت التغير في المناخ هيأثر عليه ولو الكلام ده تم بالتأكيد هيأثر في السلام والعدل والسلم الدولي وبالتأكيد هيبقى ليه تبعيات تدية فتغير المناخ بقى موضوع مليح هو مهم جدا 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 اللي احنا نتعامل معه وطبيعي أن مصر كدولة رائدة في المنطقة وبتمتلك من العقول حقيقي وفيه فكر حقيقي بقى لنا فترة شغالين به المشروع اللي احنا شغالين فيه دوت أطلقته أكاديمية البحث العلمي ولازم الواحد يقول كده إنما الحمد لله رب العالمين احنا كان عندنا خبرات سابقة مكنتنا اللي احنا ناخد المشروع دوت وننفزه ونشتغل على أهم جزء فيه أهم جزء فيه هو تحويل ثاني أكسيدي الكربون لمواد سائلة أو غازية زي قيمة مضافة إيه قيمة مضافة؟ سائلة زي إيه؟ زي الديزل والجازولين والجيت فاول أو غازية زي الإيسلين اللي هو المكون الأساسي لعملية البلمرة للعديد من الصناعات بتاعت البلاستيك فالعالم كله بادي في المواد ودات قبل كده كان مش مد اهتمام لتحويل غاز ساني أكسيدي الكربون لمواد سائلة قيمة مضافة هو إزاي يخلص منه؟ إنما حاليا دلوقتي احنا بنفكر إزاي لإن احنا عايزين نقول حاجة الطاقة النظيفة المتجددة والهيدروجين الأخدر اللي احنا رايحينه ده مصادر للطاقة وليس مصدر لإنتاج صناعات صناعة البتروكوميويات وصناعة البترول هتظل إلى ما شاء الله لإنه بتعتمد عليها صناعات جتيرة جدا غير عادية فلازم نتعامل مع مع الغاز المتصاعد اللي هو درب البيئة دوت إزاي نستفاد منه وإزاي نحول القيمة مضافة وده اللي احنا مشتعلي دلوقتي نجاحنا الأول مرة اللي احنا نبني مفاعل له القدرة على هذا التحويل وننتج محفزات جديدة تقدر تحول لي غاز ثاني أكسيد الكربون لمواد لمواد إذا تقيم مضافة بكفاءة عالية جدا تحويل يعني كفاءة التحويل عالية جدا وانتقائية عالية جدا بمعنى إيه أنا عاوز أشتغل أنا عاوز أنتج بنزين أنا هنتج بنزين أنا عاوز أنتج جيت فاول أو وقود طائرات وقود طائرات عن طريق التحكم في العامل الحفاظ اللي احنا بنعمله دوزاين واللي احنا بننتجه آآ ألا أقول لها ريك حاجة احنا ابتدينا بمعامل معملي مم وكان دوت من خلال مشروع مصري أمريكي مم ونجاحنا اللي احنا نعمل اوبتوميزيزيشا لجميع سلو في التشغيل وعلينا بالمفاعل دوت ها لمستوى أعلى عشان يبقى نصف تجريبي يعني الخطوات الانتقال من المعملي للمفاعل تطبيقي ده شيء لازم تاخد الخطوات عشان تقدر طبعا توصل للنتيجة مرضية أنا بسأل دليل لأنه أنا زي زي ناس كتير لما كنا نقرأ الحاجات دي مثلا في مجلة ولا في جورنال ولا نشوفها في فيلم وسائقي ولا في برنامج علمي ولا حجال نقول تفضل شايف العالم وصل لفين وإحنا لسه بنحرق قشر الرز البلد ده عمر وما هيطلع أنا رجل عني 47 سنة قلت الكلمة دي فوق الخمس تلاف مرة ده لما كانش مئة ألف مرة قلت النهار ده لما لاقي إن احنا بنقول عندنا في المعامل بدأنا نشتغل على ده واخدين الخطوات بتاعتنا ودكتور أحمد تقول لنا بمنتهى الدقة هو مسألة نصف تجريبي إلى أن نصل إلى مفاعل تجريبي لحد ما نصل إلى مراحل إنتاجي الكمي مسألة علم أبقى أنا قاعد متطمن لأنه ما رفعتش سقف توقعاتي للسماء خيالاً بتكلمني بالعلم نعم طبعاً ما تقدرش اللي أنت لازم كل حاجة تاخد وقتها في التطبيق وفي الدراسة عشان تقدر توصل لنتائج حقيقية ده شيء طبيعي ما بقاش في الدعاء يعني الدعاء دوت مرفوض تماماً الناس فيه قاعدة الناس يديه وعي على كل حاجة والكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي فيه كذا واحد قاعد بيسمعه وبيحلله فاحنا مسؤولين عن الكلام اللي احنا بنقوله فلازم كل الأمور تحط في نصابها الطبيعي والحقيقية عشان احنا عايشين في عصر ما نفعش تتحك على حد فيه هو معلش بادو أسئلة تبدو جانبية أو تبدو بسيطة وسطحية بس احنا على قد دي يعني أو أنا على قد دي احنا على قد دي هو التخاصص ده لو أنا مثلا افترضنا من أنه النهار ده في سنوية عامة نعم وخلاص أنا داخل الجامعة هو بقدم في التنسيق ومش عاني فيه كلام من ده أنا أخش إيه عشان أتخصص في الحاجات دي ده مهم يعني كيميا ده سؤال مهم بأول بجد؟ أنا طبعا أنا بقول سؤال على قد حالي لا ده سؤال مهم بجد وصحبتك أنا خريجة كلها تعلوم كيميا حلوة أول جامعة القاهرة عظيم وخدت ميجستير من جامعة القاهرة سافرتي اليابان اشتغلت في هندسة وعلوم المواد خدت دكتوراه في الهندسة سنعرف علوم المواد دي هندسة مش علوم في material science and engineering ما فيش حاجة ما ينفعش بقى في material science بس لازم المتيريز اللي انت بتطلحها الساينس بتاعها هتحولها لإنجينيرين لازم تنجزيرت لازم تحولها لسيستم لازم تحولها لحاجة قابلة للتطبيق وبعدين اتنقلت الألمانيا اشتغلت في material science and engineering وسافرت في حدك كتير بردك نفس الطريقة فالجمع بين التخصصات دلوقتي ما ينفع يا ما تقاديش شؤل أنا بتاع كيميا بس انت لك القدرة وعندك الاستعليل انت تغير من جلدك حسب متطلبات العصر بمعنى ايه العصر بيتطلب منك اللي انت تتعامل معه انت رجل متعلم لا خليك أفنم انا أصلاً أعمل حاجة معلش ممكن ناخد سيلفي لا لا ده للذكرى والله بس كده شكراً جزيلاً ليه انتوا سمعتوا المسار اللي أنا سمعته ده الله أكبر الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله حقيقة الصورة دي اللي هي للذكرى الحاجة بتنزل على يوتيوب ما تمثلش اعملش دعم باليوتيوب انا افرج اليوتيوب على أولادي اقولهم اللي بيحتفظوا باليوتيوب ده صورة للذكرى في يوم من الأيام هافتخر بدأ أنا أنا مفتخر من دلوقتي لسه أستنى يوم من الأيام الله يخليك أشكرك أشكرك حقيقي والله العظيمة بهذه الله يخليك الله يخليك يعني الواحد أنا نصيحتي للناس اللي هي شوف الدينة راحة فين وحاول تتعامل معها لازم تغير من نفسك باستمرار لازم بقفيتك دي ده هو الدينة ماشي كده دلوقتي سيلف ليرنينج كمان اللي انت تعلم نفسك باستمرار طبعا طبعا انت ما انتهتش اللي انت شهدت البكر ريوسة اللي انت بتخلق ديه شهادة أنا بالنسبة لي شهادة محو أمية حقيقة إنما استمرار بروف العلماء يقولك على البكر نحن بنشقى فيه قوي ده ده محو أمية في حاجة كتير بعدها طبعا طول ما انت عايش لغاية لما تموت لازم تتعلم لازم تغير من نفسك لازم تضيف لنفسك الجديد أنا بداياتي بداياتي في الشغل البحسي مختلف تماما عن ما يعني أنجزوا حاليا تماما أنا ابتديت في شغل اسمه تآكل معادي دلوقتي شغال في نيو ماتيريالز والجرافين والكربون داكساز الموضوع مختلف تماما الديني راح فيه لازم تروح مع الدنيا ولازم تتعامل معها ما تقعدش في مكان تقولك أنا بتاع دوات ومش هتغير عند دوات مش هتتغير يعني جزء من التطور الأكاديمي اللي بيحصل للاولاد بقى لو مثلا زي سن ولادي وكده انه مثلا يجي يقول له إيه والله يا مالك خش هندسة مواد ولا أقول له خش علوم لا خلينا رقم واحد في كل يات الهندسة على مستوى العالم نيجي المصر في قسم الهندسة وعلوم المواد الناس ما تعرفش يعني إيه هندسة وعلوم المواد لأن البداية بتكون من المد وتطبقاتها المادة بتوصلك لتكنولوجيا بعد كده تخيل مصر أقسام كليات الهندسة تنظر فيها أقسام الهندسة وعلوم المواد تخيل القسم اللي هو بيعمل أتراكشن لكل العقول في العالم اللي هي النواق اللي بتبني التكنولوجيات مصر ما فاش سأنا خدت بالي أن الجماعات الجديدة اللي تفتح عندي فيها هندسة مواد فيها هندسة مواد إنما محتاجين نلقي الدوق أسلي المشكلة في أي دلوقتي الناس بتفكر في سوق العمل دلوقتي طبعا أنت هتخرج هتاخد هندسة العلوم المواد هشتال فين هتروح فين خليك مهندس ميكانيكا مهندس كهرباء ما هو ميكاترونيكس مش عارف إيه الكلام ده كل نعم المشروع رئيس راح وزار القائمين على المشروع مشروع إحنا حتى بنوصفه مشروع ضخم لتحويل غاز أكسيد سادي أكسيد الكربون الملوس إلى منتج صناعة الرئيس زار مركز الجرافين والله أتكلم عنه أنا فجئت بعد كده لمرة مرتين لقيت الرئيس ما شاء الله عليه متذكر وبتكلم عن الجرافين وحاجة دي كده يعني بصراحة يعني أبهرت يعني الحقيقة ما هو الرئيس بيبهمنا كلنا بصراحة ما شاء الله تتشود يعني بالذاكرة المزيد أنا هنا بس أقول حاجة إلى مالك يوسف الحسيني القاتل ببيتنا خش هندسة مواده مالك يعني لو أنت دي نصيحة وانت حراب حقيقة هو يعني علم محترم جدا وأنا أبدع الشباب اللي هم فعلا يفكروا يصيري يصلي في موضوع هندسة علمنا ودل لأنه إحنا محتاجين ده في مصر إحنا محتاجين البداية بداية آية تكنولوجي اللي إزاي تطور المادة إزاي تخليها تميت الدماند أو المتطلبات اللي هتكون التكنولوجي الحديثة التغير المستمر في المواد وفي صفات المواد وفي خاص المواد هو اللي بيطلع لك التكنولوجي الجديدة هو اللي طلع لك الموبايل ده كان زمان الموبايل زمان حاجة قد كده نتيجة التغير في المواد وصفات المواد وإنتاج المواد شوية كمان هنلاقي الجرافين هيعمل لك حاجة اسمها الـ اللي هو الشاشات المطوية هاي الموبايل اللي بتشوفه بيتطبق طبع طبع ده الجرافين هو ده؟ ده الجرافين هنا هيجي عندي سؤال إحنا العالم بدأ مسألة إعادة تحويل غاسية الأكسيد الكربون إلى منطق صناعي من كم سنة؟ يعني هل في دول بدأت تشتغل على ده على مستوى إنتاج كمي فعلا؟ طبعا نحن إحنا مش هندهي حاجة إحنا اللي إحنا بيونير خلص مش حاجة اسمعه كده خلص النسك بيتفكروا في حاجة في مية في متين في مليون بيفكروا في نفس التفكير دلوقتي في مشكلة بتواجه العالم لازم يقاليها حلول فطبيعي العقل البشري لازم يدور على حلول وفي دول بدأت تشتغل على ده وتنتج إنتاجات كمية بس خلينا أقول لها حريك حاجة حقيقة بردك الواحد يعني بيقول إيه إن المفاعل أو النظام نعملين نظام كامل على فكرة إحنا مش بعملين مفاعل بس المفاعل ده هو جزء من النظام الكامل اللي هو الوقود الشمسي يعني إيه هو وقود الشمسي؟ إحنا بدين أحساس الحكاية الوقود الشمسي الأخضر إحنا بنفكر بنعمل منظومة كاملة بمعنى إيه؟ اللي إحنا بنبتدي الأول بالمية بتاعة البحر المية بنعمل لها تحليل بنعمل لها تحلية شوفت سوف أفصل أملاح بتاعتها وبعد كده أخذ الهيدروجين والأكسوجين تماما عن طريق إيه؟ عن طريق استخدام الطاقة الشمسية اللي هي بتوردلي حرارة وطاقة وكهرباء يطلع لي المية الحلوة أدخلها على التحليل الكهرابي باستخدام كهرباء اللي أنا مستخدم بها الطاقة الشمسية طلع لي الهيدروجين الأخضر اللي عالم كله بتكلم عنه دلوقتي الهيدروجين الأخضر دو اللي بيطلع أنا باستخدمه بعمله مسج مع غاز ساني أكسيدي الكربون تحت ضغط وحرارة وجود عامل حفاظ أحوله نتيجة تحكم في ظروف تفاعل تحكم في المواد الداخلة اللي هو الكاتاليست أو العامل حفاظ أنتج أروح للتارجت بروتكت أو المنتج اللي أنا عاوزه منزين وقود طائرات ده مهم ده مهم جدا حاجة ليه كلمة عن موضوع الاستدامة وموضوع الجرين تيكنولوجي والكلام ده كله زي ما قلت لحضرتك الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة الهيدروجين الأقدر ده مصادر للطاقة إنما يظل استخدامنا للبترول والمنتجات البترولية مش هتنتهي أبدا فلازم يكون عندنا حلول لتصاعد غسن أكسيدي الكربون ليه؟ لأن أي منتج بعد كده خلال عشر عشر سنة لازم يكتب على جرين وسائل إنتاجه لازم تكون غير ملوثة البيئة لأن انت هتلتزم باتفاقيات الأمم المتحدة اللي انت يبقى عندك زيرو كربون سنة عشرين خمسين أي منتج ملوث للبيئة مش هتعرف تصدره مش هتعرف تصدره عندك حديد وصلب صناعة هيلة في مصر لازم تبقى جرين ستيل اندستري عندك صناعة سراميك جرين سراميك اندستري لازم تتعامل مع المواضيع دي كلها لازم تجد حلول لازم يكون عندك يكون خد بالك بردك لازم اتكر في تكنولوجيات تعملي تدوير لنواتج الصناعة وتحويلها الى منتج طبيعي وفي حاجة مهمة لازم اقولها حقيقة حقيقة دلوقتي احنا مهم جدا نستعد لدخول العصر القادم تعتقد النظيفة والجرين هيدروجين كلام ده كله مش اللي احنا نستورد التكنولوجيات دي احنا لازم يكون لنا دور طبعا ليه لانك انت في الاخر الرئيس والدولة بتستثمر استثمارات هائلة جدا 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 في انتاج الهيدروجين والطاقة الجديدة المتجددة وفعلا احنا نجحنا في الفترة الاخرانية بدخول الطاقة النظيفة المتجددة في شبكة الكهرباء بتاعتنا من نسبة 20% وعلى سنة 35-42% وبدخول الهيدروجين الاخدر انا متوقع توصل لـ 50-60% لو مش هتمتلك زمام التكنولوجي دايات والحاجات دي كل استثماراتك لازم تطور فيها باستمرار هتنفس ازاي انت عارف كم فيه كم مشروع معبود في المنطقة في انتاج الهيدروجين الاخدر دلوقتي فيه 28 موضوع السعودية المغرب اسرائيل تركيا دول المغرب العربي كله اوروبا كلها بتستثمر في المنطقة دي كلها ليه تستثمر في المنطقة دي كلها لانك انت عندك كل الالامنس لتدمن نجاح هذه الاستثمارات انت لست اسأل السؤال ده اوروبا بتستثمر عندنا طب ما بيعندوش ده عندهم ليه ليه لان ما عندوش امكانية اولا اول حاجة ما عندوش انت موجود في الحزام الشمسي اللي هو بيسمح لك ان مصر طبعا اللي بنقول عليه مصر معرضة يعني انت محتاج مية وشمس وشمس هو عنده مية بس ما فيش شمس ما فيش شمس دي اول حاجة انه هو برضا لا يزال اللي هو متحكم فيك متحكم اللي هو بيديك تكنولوجي بيديك التكنولوجي بيديك التكنولوجي لو انت ما قدرتش تفك لغز التكنولوجي دي وتطور فيها هتبقى طول عمرك تابع لي هتديك مثال تاني برميل بتروه سعره كم دلوقتي كم أزونه مية حاجة وعشرين طيب إحنا بنصدر مية حاجة وعشرين قليل برينت بيرجع لك سعره كم ممكن يرجع لك سعره مية ألف دولار ممكن يرجع لك عشر تلاف دولار مشتقطه تكنولوجي فإزاي نعظم الاستفاد من المواد الخام بتاعتنا ونخليها قيمة مضافة عشان أقدر أنافس على الأقل أقدر أنافس في السوق لأنك انت في الآخر سوق السوق ده ممكن يتقفل في اللحظة نتيجة أي اختلافات سياسية أي اختلافات أي حاجة إنما انت تقدر تسيطر على السوق بتاعك بالتكنولوجي بتاعتك طيب أنا مصر في إطار إمكانياتي الحالية أنا ما عنديش مشكلة عقول خالص أنا متأكد من ذلك لكن إمكانياتي ومقوماتي أقدر أبقى صانع ومنتج للتكنولوجيا على أقل التكنولوجيات ها تقدر اللي تعملي ده طبعا ها يعني خلينا تقدر لو وجدت الإرادة أنا أظن الإرادة موجودة الإرادة موجودة إحنا إحنا عاوزين بتكمل لغاية فين بتحلل وبتقيم أدائك إزاي هل التقييم بيبقى حقيقي ولا مبلغ فيه ولا underestimated إزاي بتكمل لغاية الآخر كلما توصل لغاية الآخر رؤيتك لبعد الوصول للنهاية هتبقى عاملة إزاي هي دي النقطة اللي احنا نمتلك من العقول ومن الموارد إنما نوصل لغاية الآخر إزاي مشكلتنا بدايتنا حلوة نص الطريق حلو النهاية لازم نقف عندها كويس قوي وبعد ما نقف عندها إزاي نبصل قدام نطور منها إزاي ونظار منها إزاي إنما إحنا طيب هسأل سؤال برضو متعلق بي بشكل ما أنا تركبتي أحب أعرف فأحدك قلت لي مثلا كلمة محفز وكاتاليست كاتاليست مرة واحدة محفز حوالي خمس أو ست مرات نعم إيه المحفزات بقى اللي احنا بنستخدمها يعني إيه هي المواد اللي احنا بنستخدمها كمحفز لعملية التفاعل اللي تؤدي إلى تحول سن أكسيد الكربون والمية إلى أنواع أو ثلاث أنواع صناعية المحفزات هي الطبيعية المواد للحاجة اسمها العناصر الانتقلية بس إنت لما بتيجي بتشتغل بيها بتعرضها إزاي إنت ممكن تم جايب المحفز العناصر الانتقلية الحديثة في المفاعل وما تشتغلش بتعامل معها إزاي بالتكنولوجيات الحديثة أنا بحوالها الحاجة اسمها بالنانو تكنولوجي بقى ده نانو تكنولوجي دلوقتي حوالها النانو مختلف بسائز مختلف عشان تديني مساحة سطح كبير جدا 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 تبقى أكبر مساحة سطح معرضة للتفاعل فبالتالي نواتج التفاعل بتكون كبيرة جدا طيب عشان تعيش طويل لازم أحملها على حاجات ما بتتفعلش معها مواد حملة مواد حملة طيب إيه المواد الحملة جديدية الجرافين مثلا فهمنا حريكة إزاي فطبع الجرافين داخل محناء هو إحنا دخلنا في المواد هذا إزاي برضك محناء يعني الجرافين شغال في صناعة الإلكترونيات مواد حملة شغال في تنقية الميا بيشتغل في كل حاجة جرافين مادة العالم كله يعني بيستفاد من كل خواصتها غير الطبيعية اللي موجودة فيها العالم كله يعني حد لك خش يكتب جرافين في الميا هتلاقي مئات وآلاف البحوث في الطاقة الإلكترونيات أنسوا طيب أنا قدامي قد إيه لحد ما أقول أن أنا مشروعي المتعلق بتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون لطاقة نظيفة وأنتج الوقود الشمسي الأخضر السئل ده سؤال جميل جدا 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 على المستوى التجربة اللي احنا قدامنا بالزبط أعلى من سنة السيستم نجيحنا في أول حاجة أعلى من سنة أبقى تميت مراحل التجربية خلينا أقول حاجة أهم حاجة احنا زي ما قلت لك إيه المرحلة الأولى تحليط ميا وإنتاج هيدروجين وبعد كده الأهم منطقة اللي هو المفاعل والتحكم في ظروف التفاعل وإنتاج الكاتاليست أو الحامل الحفز هو ده أهم حاجة وده اللي احنا ابتددنا من الآخر يعني ما ابتدتش بعمله تحليط الميا وإنتاج الهدام تحليط الميا دلوقتي الوحدات بتاع تحليط الميا موجودة ومعروفة ومش هلعب فيها مش هخترع العجلة في عامنا حالك إزاي؟ إنما أنا بحاول أعمل منظومة متكاملة لأنه ده المطلوبة في عامنا حالك إزاي؟ إنما الجزء المهم الهارت بتاع الموضوع اللي هو المفاعل والتحكم في طرف التفاعل اللي هي تديني أعلى كفاءة لتحول الغاز سن أكسيد على فكرة تحول سن أكسيد الكربون لمنتجات صعبة جدا التكنولوجيا القديمة كلها كانت مبنية على تحويل أول أكسيد الكربون ليه؟ لأنك إنت القربون زرعة الكربون مرتبطة بزرة واحدة أكسيد إنما لما ترتبط بزرتين أكسيد صعب جدا تكسرها عشان كده العالم تأخر كتير جدا في التحويل المباشر لغاز سن أكسيد الكربون لمنتجات زرعة قيمة مضافة إنما الحاجة أم الإختراع دلوقتي عندك مشكلة بيئة وعندك طوائرات مناخية نتيجة تصاعد مستمر لغاز سن أكسيد الكربون والاحتباس الحرالي وي 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 فإزاي تتخلص فممكن أول طريق إحنا بنستخدمه إن أنت بتحول سن أكسيد الكربون للأول أكسيد الكربون وده ممكن على العامل المحفز ذات نفسه يعني جوه العامل المحفز لإما دايريكت تحوله من غاز لبرودكت لإما تحول الأول أكسيد الكربون وتحوله لبرودكت إحنا شغالين على الكذا الروت ده عشان أوصل لالأفتيمال كونديشن اللي توصلني لآخر كفاءة عالية وانتقائية عالية زروف الوصلة لأفضل كفاءة وانتقاء وانتقاء طبعا انتقائية مهمة مهمة مش هتطلع مكتشر مش هتشتغل بإيه بالزبط أنت محتاج تقول أنا عمفتاج جدا فور أنا أقول للطائرات محتاج ديزل محتاج 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 القيمة الحقيقية في الموضوع دوت حقيقة في اللي انت تبني سيستيم زي دوت وتنجح اللي انت تبني سيستيم وتتعامل معه وتشغله أنا وجهة ناظر كده التطوير مستمر ومش هيقف ولا عندي ولا عندي ولا عند ابني ولا عند ابنك ولا عند اللي بعدين وطول ما فيه اصطناع وفيه تكنولوجيا لازم فيه تطوير فيها باستمرار إنما اللي انت تصدق نفسك اللي انت تقدر تبني سيستيم خلاص حتى فيه جزء منه تجميعي بس تبنيه دوت في حد ذاته نجاح اللي انت كنت خايف تقرب وانجحت اللي انت تخش ده في حد ذاته نجاح الموضوع مش كبير قوي ومش عاوز أستوره لو هو حاجة كبيرة خالص إنما قدرتك على اللي انت تتعامل دي أهم مرحلة واللي انت تصدق نفسك دي أهم مرحلة مش عاوز أقول إحنا أحسن حاجة إنما إحنا ابتلنا نتعامل حلو يعني كده سنة سنة ونصة بقى خلصت مرحلة التجريب بقى جبني فإن شاء الله الرحمن إن شاء الله ربيني دي أكتور العمر بإذن الله إن شاء الله طب بعد مرحلة التجريب هبدأ أخش بقى في المرحلة إنتاجية حقيقية إننا نعمل مركز كبير حقيق 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 يعني إنت بقى الاستدامة الاستدامة ده ده إزاي ده موضوع تاني وبفكر فيه من دلوقتي الحقيقة اللي أنا بخلص يعني بحاول أخلي السنة ارداد فيه جزء من خدمي للصناعة المتروكيمويات أنا محتاج فلوس لا يا دولة أنا محتاج فلوس يديني فلوس لازم لازم الناس اللي بتستثمر في الباتروكيميكلز هي اللي طرع هذا المشروع وتحوينه إلى مشروع مزبوط لأنهم هو لهم ليهم دور خدمي ومجتمعي وهو مستفيد هو مستفيد استثمريا هو اللي هيستفيد هو اللي هيستفيد فلازم أنا اللي أنا بفكر فيه إزاي يبقى أوكي أنا محتاج الدولة تتمنى الفكرة إنما في نفس الوقت برضك لازم أعرف أجيب فلوسي إزاي تستثمره لازم العلم يجيب يبقى ليه فايدة مش العلم مش مجرد أبحاث طبع لأننا ما العلم يتطور إزاي أما إحنا لو هنوعد نشتغل أبحاث إلى ما شاء الله مش هنمته ألمانيا واليابان تركيزهم كله على الصناعة خلاف أمريكا وإنجلترا طبعا أمريكا أم الدنيا وإنجلترا والناس دي كلها بس الألمان واليابانيين هم مركزين على أدد فاليو جرجرتك لأمور سنوية مش حاتمنا عنك التركيز اللي أنت تطلع بتكنوليشي أو تطور تكنوليشي يعني إيه أمور سنوية؟ بمعنى إيه أمور سنوية النشر العلمي لازم يكون رقم لنا ترتيب في النشر العلمي طب النشر العلمي أنا بصرف قدية على النشر العلمي في مصرف كتير جدا مهم جدا عشان جوزة التعليم طبعا عشان تعالي الرنك بتاع الجماعات تبقى لي الجماعات لها تصنيف علامي طبعا التصنيف العلامي إنما في نفس الوقت النشر العلمي لازم يكون ليه هدف يعني ليه أنا بنشر ليه بنشر ليه مش نشر عشان أزود تصنيفي والكلام ده كله لأن لو رحنا المرحلة دية بتجري وراء صراب مش هتوصل لإنهاية في الآخر هتخش إسباء إسباء جيد وكل حاجة وعاوز أحقق في مركز بس هو أصلا إيه الهدف من البحث العلمي؟ الهدف من البحث العلمي هو رفاهية الإنسان حقيقة وبعدين تملي مش كل حاجة تملي كده إيه كتلاقي بعد الدول بتطلق يعني زي ما بقولوا كده بادرة عشان تاخد العلم وراها تاخد العلم وراها ونمش وراها وبعد كده ومسايبك أطلقت بادرة أخرى وتخلي العلم يمش وراها فعاوز يشغلك في أنه الأبحاث المنشورة فين الأبحاث التطبيقية؟ فين أبحاث التطبيقية؟ إحنا دولة عظيمة صحيح مصر دولة عظيمة وتاريخة بيقول أنت دولة عظيمة يعني إحنا مهم جدا أن شغلنا يبقى ليه إمباكت على التنمية عندنا صح ما هو التطبيق؟ يعني على سبيل المثال في جامعات كتير بتفتخر دائما بأنه أنا عندي في تاريخي فيه كام واحد حصل على جائزة نوبل ما هو حصل جائزة نوبل لأنه حول البحث إلى تطبيق أفادة البشرية خلينا أقول حاجة هو اللي بيحصل على جائزة نوبل هو بيكتشف حاجة جديدة تقوم جاية الصناعة توظف الحاجة الجديدة ديت اللي هتطلع التكنولوجي الجديد نظر فيه من الحراجة كيزاي؟ فالدنيا كبير موضوع كبير يعني مش هاوز يعني إيه لك إحنا خرجنا وره الموضوع في حاجات تانية كتيرة بالعكس يعني أنا فعلا لو خدت أولك أنا مركز في كل حرف بتقوله وعندي حالة انبهار وسعادة هيأتي يوم بالتأكيد بإذن الله يدينا ويدي حضرتك طول طول عمر سنة سنة ونص ونوعه التاني نقول أن هنا مرحلة بتجريب وسوف يأتي يوم نتمنى أن احنا نعيشه وإحنا بنقول بدأنا المراحل الإنتاجية بشكل كمي يبقى في عندنا بقى economy of scale كده وهنا يبقى لازم نفهم القطاع الصناعي أنه هو ده المصلحتك النص بره بتطور العربيات مش عشان التطوير عشان العربيات تبقى أحدث فأغلى فيبيعوا كتير فيكسبوا مش كده بيستخطبوا العلماء ومش عمل خط إنتاجه والسلام في مركز كبير أبحاث العربية دي هتتوزن إزاي الطيارة دي هتبقى أسرع إزاي هتوفر وقود إزاي هتبقى أأمن إزاي الساروخ هيطلع ده شغل يا حبيب دكتور أحمد نورتنا وشرفتنا وفرحتني وأسعدتني وإدتلي شرف أننا نحن يبقى في عندنا صورة مع بعض أشكرك يا دكتور أحنا مساء بحردتك وشكرا لدعوتك لك ألف شكرا جزيلا ده شكرا على تلبية الدعوة كل الشكر لدكتور أحمد عبد المنع رئيس مركز التميز العلمي للجرافين بالجامعة المصرية اليابانية ومدير المشروع بتاعنا بتاع تحويل الغاز بتاع ثاني أكسيد الكربون إلى طاقة كلمة مش علمية بتاع دي تحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى طاقة نظيفة وإنتاج الوقود الشمسي الأخضر السائل أظن دكتور أحمد بصت هلنا قدر الإمكان أكتر من كده مش هيقدر في النهاية عالم فاصل ونروح لخبيرتنا الاقتصادية وخبيرتنا الاقتصادية أسماء رفعة الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية كشف حساب الاقتصاد المصري في 8 سنين بالرقم بالعلامة العشرية باللي لينا واللي علينا وبشهادة الأجانب طالما انت عايز تصدق الأجانب من عندي قبل عندي فاصل